تصنع مكينة شوكولاتة قطعة صغيرة من بسكويت الشوكولاتة على شكل أقراس مدورة يبلغ قطر كل قطعة 16 مليمتر فما هي مساحة كل قطعة؟ كل قطعة بسكويت الشوكولاتة على ما أعتقد إذن هذه قطعة بسكويت الشوكولاتة قطرها 16 إذن هذا هو المركز القطر هو 16 مليمتر والمطلوب أن نجد المساحة إذن هذا يساوي القطر إذن المساحة إذن الصيغة التي واحدة من الصيغة المشهورة في الهندسة لمساحة الدائرة هي A تساوي PI R تاربية حيث أن PI تساوي 3.14159 وهي نسبة المحيط إلى قطر الدائرة R هو نصف قطر الدائرة وأعطي لنا أن قطر الدائرة ونصف القطر يكون نصف القيمة لأن نصف القطر يمثل نصف القطر نصف قطر هذه الدائرة لكل قطعة من بسكويت الشوكولاتة سيكون ثمانية مليمتر إذن نصف القطر أي هذا الجزء سيكون ثمانية مليمتر إذن مساحة الدائرة ستكون PI ضرب ثمانية تربيع ثمانية مليمتر مربع وسأبقي الوحدات حتى نحصل على الوحدة الصحيحة للمساحة في النهاية إذن المساحة للدائرة تساوي PI ضرب 64 مليمتر مربع أو أعتقد أنه يمكنك أن تسميه مليمتر مربع أو أن تكتب المساحة تساوي 64 PI مليمتر مربع ومن المهم الآن أن تدركوا أن PI ليست متغير بل يمثل عدد معروف رياضيات PI تساوي 3.14159 لا ينتهي ولا يتكرر يمكننا أن نأخذ 3.14159 ونضعه مكان PI هنا وأحيانا البعض يقرب العدد إلى 3.14 لكنني سأستخدم الألة الحاسبة حتى أحصل على القيمة بالضبط فيمكن أن نقول 64 وإذا أردت شيئا مبسطا فيمكنك أن تقول 64 ضرب 3.14 وهذا سيضطيكم 200.96 مليمتر مربع لكن إذا أردتم إجابة أكثر دقة فيمكنكم أن تضربوا 64 ضرب PI وأنا متأكد من أن هذه الحاسبة فيها قيمة PI قد خزنت بشكل دقيق وكإجابة دقيقة يجب أن أقول إذا 64 ضرب PI يساوي بالضبط 201.06 وسأتماشى مع هذه لأنها الإجابة الدقيقة وبشكل أكثر دقة يساوي 201.06 إذا المساحة هي 201.06 مليمتر مربع ترجمة نانسي قنقر